السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين كلمتين مع شايماء طبعا وحشتوني جدا جدا وغبت عنكم فترة طويلة يمكن شهرين بسبب المرض وبسبب أني كنت عامل عملية والحمد لله أنا قمت بالسلامة الحمد لله ربنا يا رب يتم شفائي على خير ويشفيكم جميعا وفيكم جميعا شر جميع الأمراض والأسقام النهاردة حاب أتكلم على موضوع أم زياد لأن بجد الموضوع أنا متابعي من يوم الخميس ونفسي أن أنا كنت أتكلم فيه بس أحبيت أن أنا أستنى أشوف إيه اللي بيحصل إيه بيقول يعني أكون فكرك عن الموضوع صح عشان ما أطلعش إزاي اللي بيطلع هوجة يعني وده يتكلم على ده وده يتكلم على ده وده يقول وده يعمل لأ يعني حبيت زي ما تقوله كده أفهم الموضوع كويس وبعدين أطلع أتكلم فيه فاللي أنا حاب أتكلم فيه أم زياد طبعا أولا ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته بجد موتها كان مصيبة وفاجعة ليكو كلكو وليا معاكو عايز أقول لكم أن يوم الخميس يوم ما سمعت خبر الوفاء والله العظيم تلاتة يعني مش من غير محلف أكيد كلكو حسيته بنفسه إحساسي أنا ما نمتش طولي الليل كنت يعني كلما بتقلب عمالة أدعيلها ربنا يرحمك ودمع فبجد موتها كان حاجة صعبة جدا جدا فأكيد بدم إحنا موجوعين وزعلنين كده مما لا شك فيه ومش هنزيد على حد فأكيد إخوتها وأهلها وباباهم وموتها أكيد موجوعين وزعلنين أضعاف أضعاف ما إحنا زعلنا لأنها مش بس حتى عشان أختهم وأمهم هي حالها صعبة عن الناس يعني دي شابة ما أكملش 36-37 سنة فالواحد بجد لو ما زعلش على إنها قربته هيزعل على شبابها هيزعل على أولادها أربع أطفال يعني اتسابه من غير أم وما تقولوا ليش إحنا هنعوضهم ونجبلهم ونلعبهم وندحكهم المثل بيقول اللي من غير أم حاله يغم فبهما بجد أي إنسان حاول يعوض الأطفال دي عمرهم ما هيقدروا يحسوا بالحنان والعطف والرعاية اللي كانت مع أمهم وربنا طبعا يتولاهم بأمر الله ويصلح حالهم وهي يعني يوصلوا الأحسن حاجة في الدنيا وهي تحس بيهم إنهم بقوا أحسن ناس في الدنيا يا رب طيب بالنسبة بقى الحمد للوفاء والأسرة واللي عملوه والفيديوهات هل ده كان صح ولا غلط؟ أنا من وجهة نظري إنهم غلطوا غلط كبير مش معنى كده أني عايزة غلطهم أو أنتقدهم زي بقية القنوات لا إحنا كلنا بنغلط إحنا مش ملايكة هما ممكن يكونوا أساء التقدير وتصرفوا بشكل غلط طيب إحنا تصرفنا بشكل غلط إزاي؟ يعني أنا هقول لكم أولا الموت يا جماعة مصيبة الموت مصيبة كبيرة جدا ساعة الموت الدنيا بتصغر في عينينا قوي بنروح عايلين إيه؟ يعني عارفين اللي بيابني بيت يقوموا أنا بابني ليه؟ يغور البيت في دهية ده ده أنا ابني مات طب أنا كنت بابني ليه وبعمل ليه؟ أنتوا فاهمين إزاي؟ بتحسوا إن أنتوا جالكم شوية لحظات شهور أيام بتحسوا إن الدنيا وقفت والله العظيم صدقوني مهما بلغت فيكم من قوة الإيمان عشان هما دايما بيكلموا إحنا إيماننا قوي والله يا جماعة مش مسألة قوة إيمان يعني هل اللي بيزعل إيمان ضعيف؟ هل اللي بتقف الحياة عنده شوية كده عند الموت إيمان ضعيف؟ لأ إحنا أنا الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا أنا حجبت ربنا وعمل عمرات والكلام ده كله بس الموت يهز الموت يوجع مش معنى كده إن الإيمان ضعيف لأ معنى كده إني بحس إنتوا فاهمين إزاي؟ لأ الموت ده الدنيا بتقف عنده إنتوا بتقولوا الدنيا ما بتقفش على حد لا الدنيا بتقف عنده ولو لأيام لو شهور في ناس فعلا حياتها بتتوقف والله العظيم ساعة الموت مش ضعف إيمان منهم إنتوا حتى بتتكلموا بتنقضوا نفسكوا بتقولوا بس الفراء صعب طب لما هو الفراء صعب إحنا ما حسناش بالصعوبة دي أيها الفراء صعب أنا مش قادر أصور أنا مش قادر أمنتج أنا مش قادر أحط إعلانات أنا مش قادر أعمل فيديو مدته ساعتين ثلاثة خلوا بالكوا الفيديو اللي بيجي قدامكم عشر دقاي قد ما تصور في ساعتين ثلاثة يعني مثلا وفاء وهي بتعمل الأكلة دي أخدت منها ساعتين بس هي بتتمنتج فا بتجيلكوا في وقت قصية فمعنى كده أنهم قاعدين يصوروا ساعتين ثلاثة أربعة وبعدين يمنتجوا ساعتين ثلاثة أربعة هل أنتوا قادرين 8 ساعات تشتغلوا في القناة في اللي هي حاجات أصلا أكل بنخسل الموعين بنفرش السجاد اللي هي حاجات التفهل لكل ناس في البيت بيعملوها هل أنتوا ليكم مزاج أن أنتوا تعملوا ده لأ الدنيا لما بتصغر في عين الواحد بجد بيبقى ملوش مزاج يعمل أي حاجة حاس إن الدنيا دي إيه ده الدنيا دي دي بني قدمة كانت في وسطنا وبتلعب وبتضحك وبتجري وبتتكلم وبتتحرك وفجأة بقت ملهاش وجود فبيجينا شوية كده اللي هو زي طاتش اكتئاب أنتوا فاهمين لا قادرين نعمل ولا قادرين نشتق اللي بيبني بيوقف بنا اللي بتطبق أنا مش عايزة أكله أي أكله وكله أي حاجة أنا مليش قادر أعمل حاجة أنتوا فاهمين إزاي الأحساس ده بيجي للبني قدمين لما بيحصل له مصيبة الموت بيبقى الواحد بس خايف خايف يموت خايف يجراله نفس المصير بيبقى لا فلوس همه ولا عيال ولا بيوت ولا فارق معاه ولا فلل بيبقى كل اللي فارق معاه أنا عايزة صلي أنا عايزة عبد ربنا أنا عايزة أقرأ القرآن بيحس أن هو كمان أجل وممكن يقرب أو ييجي في أي لحظة فبيخاف الموت لو ما كانش الموت هيبقى واعز لنا أمال إيه اللي هيبقى واعز لنا أنا توقعت بصراحة أن أنتوا أكي هتطلعوا يعني أنا توقعت أن بس مش تطلعوا بالكلام ده خالص وبأربع فيديوهات على قناة كل واحد فيكو وتنزلوا على الفيديوهات إعلانات أنا توقعت أن قناة وموزياد هتنزل فيديو كلكو هتتجمعوا يا جماعة إحنا كويسين وموزيادة الله يرحمها وطبعا تبقوا متأثرين جدا ولكن إحنا نفسيتنا تعبان إحنا مؤمنين بقضاء ربنا ده ما يمنعش على فكرة أن نفسيتكو تبقى تعبانة ده ما يمنعش أن إنتوا مؤمنين بقضاء ربنا الرسول العصام كان بيزعل على أولاده لما ماته الرسول العصام زعل جدا على الستينة خديجة لما ماتت وتسمى عام الحزن عام 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 الحزن علشان ستنا خديجة ماتت فيه وعمه أبو طالب بات فيه فقدي إيه الحزن اللي حزن فيه فتسمى عام الحزن فاهميني إزاي فأنتوا يا جماعة إحنا هنتوقف مثلا شهر رمضان والعيد إحنا عايزين بس نلجأ للعبادة شوية وللدعاء ليها وللصدقة وهنعود رمضان والعيد في البيت مش هنتطلع فيديوهات إحنا بس لعنا نطمينكو علينا وعلى أولادها لأن إنتوا قناة كبيرة وفعلا فيه ناس بتسأل عليكم ومش كتير أبدا إن أنتوا تتوقفوا شهر يا جماعة فأحنا هنتوقف بس شهر رمضان والعيد وهنرجع لكم بعد العيد إن شاء الله تكون نفسية لاتحسنت مع السلامة مع السلامة فيديو لمدة دقيقتين بس على قناة تموزيات لأن الفيديوهات كلها كبتتكرر هو اللي نزل على محمود وصحر ونزل على حمد يوفاء ونزل على حوارات طب هو نفس الفيديو أنتوا بتقولوا نفس الكلام وأنتوا عارفين أنه متابعينكم واحد على فكرة أنتوا كل متابعينكم واحد فهو فيديو واحد لمدة دقيقتين ينزل على قناة تموزيات تطمنوا الناس لأنكم فعلا قناة كبيرة وفعلا قناة متشافة وبعد كده من غير إعلانات طبعا وخلاص وتوقفوا شهر رمضان دو يتصلوا وتعبدوا ربنا قلبكوا حزين قلبكوا مكسورة على مصابكم وتبعدوا عن الفيديوهات والمنتاج وتلجأوا ربنا وتعبدوا ربنا والقرآن وتسيبكم من المنتاج والفيديوهات والدنيا أصل دي كلها دنيا أنا شايفة يا جماعة أن أنتو ما عندكوش قوة إيمان قدب أنتو عندكم قوة حب للدنيا أنتو ما شاء الله عليكم على فكرة دي مش تيمة عشان ما حتش فعلنا ما شاء الله عليكم أنتو ناس بتحب الدنيا جدا بس مش كده يعني إن إنسان آه يحب الدنيا ويحب يعيش بس مش كده هتقولي لي وقنواتهم وشغلهم وشغلهم مش هيضيع دي قنوات كبيرة جدا أحمد وحسن لما راحوا واتحبسوا وقناتهم اتوقفت شهر وبعد كده رجعوا وكملوا قنوات كبيرة يا جماعة مش عمرها ما تقف انتو فاهمين إزاي لو وقفوا شهر ورجعوا أقل فيديو هيحطوا في قناة قناة هينزل ترند والناس يا حمدي ووفاء رجعوا حمدي والناس هتجري عليهم فمن نسبة أن شغلهم هيوقع وهيتأثر الكلام ده طبعا عمره ما هيحصل قناة أقل قناة فيهم عنده نص مليون وهيبقوا مستنيونهم بفارغ الصبر أي فيديو ينزلوه عشان يروحوا يتفرجوا فمن جهة الشغلة هيتأثر ده كلام كله عبس طبس لهما محتاجين هما مش محتاجين هما ما شاء الله مستوهم كويس جدا يعني أنا لو حمدي ووفاء ما عندهمش ملايين في البنك ده ما شاء الله تبارك الله طبعا ده أكيد شيء يعني عبس برضو إن هما أقل فيديو بينزلوه ممكن يجيب لهم نص مليون جنيه فاهميني إزاي فهم أكيد ما شاء الله عندهم فلوس يعني مش جهانين مش مش لقين يكلوا لا الحمد لله وكلهم مستوهم كويس جدا وكلهم الحمد لله يعني معهم فلوس وهيقدروا يعيشوا شهر من غير القناة عادي وشهر وشهرين وسنة أشاء الله تبارك الله طبعا ربنا يا رب يزيد الناس كلها فطيب اللي إحنا عملنا اللي إحنا عملنا حب للدنيا يا جماعة اللي إحنا عملنا إن طبعا أول ما هي ماتت رحنا دفناها ورجعنا نعلق زينة رمضان بتوجع والله بتوجع يا جماعة أنا بنصحك والله الوجه لا إنتوا حبيبي كلكم وأنا بحبكم وبحب أتابعكم وقوعوا تقولوا ده ناقد دي نصيحة يمكن أنتوا بس أخطأتوا ما ينفعش أروح أتفن البني آدم ورجع على زينة هل يا وفاق لو أنت والدتك توفت ربنا إديها الصحة وتولت العمرها تروح تتفينيها وترجعت على زينة رمضان معرفش ممكن تعملي كده لأن ده تفكيرك الدنيا ما بتقفش على حد لا حد الكلمة عيب ما ينفعش نقول الدنيا ما بتقفش ألاقي الدنيا بتقف والوجع والكسرة القلب وبيبقى الإنسان مش قادر يعمل حاجة ومش قادر يواجه الكاميرا ومش قادر يمنتج ومش قادر يصور في حاجات تفهى أنا أسفة لأن كلها حاجات تفهى أنت فاقل بأن أكل الحصار بنعلق الزينة يعني كلها حاجات تفهى مش حاجات حتى يعني أنتوا بتعملوا اللي هو العمل العظيم اللي أنتوا مثلا القناة دينية وبتوصل رسالة فخنتوقف لا إحنا عايزين نفيد الناس لا هي كلها حاجات يعني حاجات لو وقفت الناس مش تتأثر في حاجة أنت فاهميني إزاي فأنا بصراحة ما توقعتش منكم أبدا أن أنتوا تطلعوا تعملوا الفيديوهات ديت توقعت بس برسالة بسيطة الحمد لله إحنا كويسين ولكن مش هنقدر نطلع ونتوقف الشهر دوت للعبادة والدعاء للموزيات وبعدها نرجع لكم على خير تكون نفسيتنا بقت أفضل صدقوني يعني الناس هتحترمكم أكتر لأن ناس كتير حتى وقفت شغلها عشانكم بتبتلكم الخير والسعادة وبتمنى لكل الناس يا رب الرحمة والمغفرة مع ألف سلام